درس يا سماء للبصيري المدخل إلى النص تقديم المدائح النبوية فن أدبي يعبر فيه الشاعر عن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم بتعداد مآثره وذكر مناقبه وهي باب من الأدب الرفيع لأنها تصدر عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص والإعجاب بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم والتناهي في حبه وأكثر المدائح النبوية قيلت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا إن دل فإنما يدل على إحساس الشعراء بأن النبي صلى الله عليه وسلم موصول الحياة فخاطبوه خطاب الأحياء تقربا إلى الله تعالى وقد ازدهر الفن في كنف التصرف وبلغ شأوا كبيرا حتى أصبح غرضا من أغراط الشعر تفنن فيه بعض الشعراء أمثال البصيري الذي أعجب بقصائده شعراء جاءوا بعده فعرضوها ونسجوا على منوالها كأحمد شوقي صاحب النص شرف الدين محمد بن سعيد بن حمد الصنهاجي ولد بديلاص في مصر عام 608 للهجرة نشأ في بصير ونسب إليها توفي في مدينة الأسكندرية عام 696 للهجرة معظم شعره في المدائح النبوية التي امتازت بالرصانة وصدق العاطفة اشتهرت له البردة والهمزية التي بين أيدينا وقد قال هذه القصائد كما يروى مستشفيا بها من علل أصابته